السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة كل يوم معلومة اليوم سنتكلم عن مؤجزة الماء الدافئ على معدة فارغة في الصباح فقد أوصى أطباء تغذية بشرب الماء الدافئ قبل الفطور وذلك لمنافع الصحية الكبيرة على الجسم فشرب الماء الساخن قبل تناول الفطور يحقق عدة فوائد مثل المساعدة على الهضم وتخفيف التعب والراحة من آلام المفاصل واحتقان الأنف فقد حضر الخبراء من شرب ماء ساخن جدا لأنه من شأن ذلك أن يصيب الأمعاء بحروق ويوضحون أن الحرارة متالية يجب أن تتراوح بين 48 و60 درجة مئوية وأضافوا أن الدفء الموجود في الماء يحدث تأثيرا يخلط من الاحتقان لدى الأشخاص الذين يعانون الحساسية لا سيما أن الشخص الذي يمسك الكوب الماء يستنشق البخارة المنبعث ثم يتخلص تلقائيا من الصدع ويؤدي البخارة المنبعث من كوب الماء الساخن إلى تدفئة جزيئات المخاط كما يعمل على تخفيف الحموضة في منطقة الحلق من جراء تكون المخاط وفقا لعدة مصادر وبفضل هذا الماء الساخن يصبح هذا المطعام أكثر سهولة وسلاسة لأن السائل الدافئ ينتقل عبر الأمعاء ويعين على التخلص من الفضلات كما أنه يؤدي إلى تحلل عناصر صرفة قد تتطلب جهدا ووقتا كبيرين من الجهاز الهضمي كما أن الماء الساخن يقوم بتهدئة الجهاز العصبي وبالتالي فهو مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون آلاما في المفاصل وهذا ينطبق أيضا على المصابين بالإمساك وبما أن الناس لا يشربون القدر المطلوب من الماء في العادة فإن شرب كوب ساخن من شأنه إمداد الجسم بالسوائل طيلة النهار وهذه العادة الصباحية تساعد على فقدان الوزن ومرونة الدورة الدموية والتخلص من السموم انتهت معلومة اليوم وإلى غد إن شاء الله في معلومة جديدة ولا تلتوا أن تدعمونا بلايك وشاركونا القناة لنستمر في الإفادة والاستفادة الله ولي وتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته